بعد علان العراق رسميا عن اكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة التطوير الايجابي لمختلف اوجه التعاون الثنائي بين بغداد وواشنطن اعده مراقبون بانه يجوى يستمر في مرحلة تمثل محطة مهمة من شأنها تأطير الاولويات اما على الجانب السياسي فقد انبثقت اراء مختلفة لدى المهتمين بهذا الحوار رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي يرى ان الحوار المرتقب مهم للعراق ويجب ان يبنى على قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية فيما اعتبر انه لا حوار في مدى ابقاء القوات الاجنبية في العراق من عدمه يجب ان يبنى على اساس ثابت وهو قرار مجلس النواب فيما يتعلق بخروج او اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق فيما يتعلق بالاتفاقية الاطار الستراتيجي وتفعيلها ذلك امر اخر تتحرك به الجهات الوزارات المعنية والجهات المختصة شواء كان الدفاع الداخلية وزارة التعليم العالي كل الوزارات المعنية اما فيما يتعلق ببقاء القوات الاجنبية من عدمه فنحن قرارنا واضح قرار مجلس النواب والذي صوت عليه المجلس في اول كانون الثاني الماضي واضح باخراج جميع القوات الاجنبية لذلك نطالب اللجنة التي ستبدأ هذا الحوار المكلفة باجراء هذا الحوار وسنتابع طبعا تابعنا في اليوم الماضية وسنتابع ايضا بان يكون هذا الحوار مبني على هذا الاساس من جهة اخرى حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر من الترويج بغياب الامريكيين من العراق وخروج قواتهم لانه سيؤدي الى كارثة عبر تضيل امريكي سابق للمفاوضات متهما الامريكان بمنع العراقيين من تطوير اقتصادهم خلال 17 عاما عبر شخصيات غير كفوءة وغير قادرة على ادارة الدولة تحالف الصدر دخل على الخط ووجه رسالة للوفد التفاوضي العراقي مع واشنطن المتحدث رسمي لكتلة سائرون النيابية حمد الله الركابي قال ان موضوع خروج القوات الاجنبية من العراق من الاولويات الوطنية لتحالفه فيما اضاف ان قرار البرلمان ملزم للحكومة